أما الراوي من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود من هذيل حليف لبني زخرة وهو أحد النجباء الكبار العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين من المهاجرين وقد ذكر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء خبرا عجيبا في أول معرفة عبد الله بن مسعود بهذا الدين فقد ذكر أنه أتى مكة مع عمومة له وقرابة وكانوا يريدون العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله في أول الدعوة فحتى انتهوا إلى العباس عند زمزم فلما جلس مع أعمامه بجوار العباس قال عبد الله فأقبل رجل أبيض تعله حمره براق الثناية أقنى أشم وذكر أوصافا حسنة قال ومعه غلام قد راهق وامرأة قد سترت جل محاسنها فاستلموا الركنة ثم طافوا بالبيت سبعة ثم كبروا فصلوا وهذا الشأن لم يكن معهودا في قريش قبل مما جعل الأعمام يسألون العباس بن عبد المطلب يا أبا الفضل ما هذا الدين الذي ظهر فيكم فأخبرهم العباس أن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام الذي معه علي بن أبي طالب والمرأة زوجته خديجة ثم قال العباس لهم ولا نعلم أحدا غير هؤلاء الثلاثة يعبدون الله بهذا الدين هذا أول ما وقع من صحة الرواية في خبر عبد الله بن مسعود ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه وكان يعد نفسه سادس ستة وقد حوى علما كبيرا غزيرا شهدت له الأمة به وكنيته أبو عبد الرحمن وقد كان يأخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يقال له ابن أم عبد وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لما أوصى أمته أن تأخذ القرآن قال خذ القرآن من أربعة وبدأ بعبد الله بن مسعود قائلا من ابن أم عبد يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وإذا ذكر العبادلة الأربعة لا يعد منهم لأنهم لم يكونوا أقران له في السن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر وابن عمر بن العاص هؤلاء الأربعة العبادلة وأما هو وإن كان اسمه عبد الله إلا أنه ليس معدودا فيه لتقدمه عنهم في السن وهو الذي صعد ذات يوم شجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه وربما تبسم بعضهم وضحك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقلوا من جبل أهد